أنت الأصغر شهامك علم شمس النور صوت الحق الصائف نور يعلمه السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أسرق الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع جديد يدور حول كيف نصمم الاختبار التحصيلي اليوم سنبدأ نتكلم عن عمق مساق القياس والتقويم أنا حكيت من بداية الفصل هذا المساق فيه أغلبه يدور حول كيفية وقدرتك كمعلمة على تصميم اختبار تحصيلي أي اختبار صفي جيد يتمتع بالسروط أو بالخصاص العلمية المناسبة الجيدة وإحنا اليوم بصدد الحديث عن هذا الموضوع الرئيس تصميم الاختبار التحصيلي عادة سلاحك الأوحد والأقوى هو التعامل مع التلاميذ وفيما بعد سعيك نحو يعني تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية أثناء الحصة وفيما بعد مع نهاية الحصة مع نهاية الأسبوع مع نهاية الفصل الدراسي في العادة المعلم بروح من أجل يعني بسعى نحو قياس الأهداف اللي تم تدريسها أثناء الفصل فالأهداف عديدة اللي بسعى إلى قياس المدرس لكن اليوم قبل أن نضع الأهداف التعليمية ونحددها ونحدد الأهداف السلوكية وقضايا كثيرة جدا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن تصميم الاختبار التحصيلي أيتها المعلمة الفاضلة مش شيء عبثي لا يقوم على شكل عشوائي إنما يقوم على تفكير منظم معد يعني دراسة مسبقة لهذا الاختبار من المفترض أي معلم أو معلمة أن يكون لديه الوقت الكافي الوقت الكافي لا يجوز في خلال دقائق أو فترة زمنية قصيرة جدا الروح نحط الامتحان فأنت لسه لا تمتلكين الخبرة ومن أراد أن يضع امتحانا صادقا وثابتا وشاملا وخاصة اللي هو ما أخذ الشكل الموضوعي اختيار من المتعدد وصح وخطأ وأكد للجميع من المفترض في هذه الحالة أن يكون المعلم يمتلك وقتا طويلا وقت طويل مش في خلال اللحظات أو يوم الاختبار الموضوع الاختيار من المتعدد أحيانا بياخد مني أسبوع أسبوعين وثلاثة سبيع في عداده لو لا عند الخبرة شوية الخبرة كان ممكن طول الفصل يدوب منها لنهاية الفصل أعد الاختيار من المتعدد لأنه وضع البدائل وتصميم وكتابة البدائل في الاختيار من المتعدد اللي ما عندهش خبرة ولا إمكانات ولا قدرات عقلية ولا مفردات ولا ما شابه حيجد صعوبة بالغة في عداد الاختبار فعشان هيك أؤكد من المفترض أن يكون في البداية قبل تصميم الاختبار شغلتين مهمات الشغلة الأولى إيش بنقول عنها زي ما حكيت أن يكون وقت كافي لدى المدرس يسمح له بإعداد الاختبار بشكل مناسب وهو مرتاح البال ما يكونش مضغوط زيادة يعني هذه أهم جزئية الجزئية التانية طبعا وضع الاختبار من مدرس إلى مدرس يختلف بعض الاختبارات تكون ضعيفة وبعض الاختبارات تكون ما شاء الله نحكم عليها أنها صادقة وثابتة وشاملة وتتميز بأنها فعلا تخضع للمعايير العلمية السليمة بمعنى آخر بعض المعلمين قد يأخذون أو يعني بعض الاعتبارات العلمية في تصميمهم للاختبار بعض المدرسين الآخرين ربما ما أخذوش مصاق اسم القياس والتقويم ولا يعلمون كيف يعدون الاختبار بشكل جيد فسنجد بعض العيوب في تلك الاختبارات عشان هيك أنت كمعلمة المستقبل من المفترض ألا يكون اختبارك التحصيل الصفي في عيوب أو يشوب بعض يعني نقاط الضعف لهذا نقول النصيحة للجميع اللي حواجهها الآن للجميع بالشكل التالي عشان تصميمي اختبار في المستقبل ولا أحد يعيب على اختبارك أريد أن نوجه هنا نصيحة عامة النصيحة العامة بمعنى يعني لو ترجمتها بصيغة سؤال ما هي الخصائص اللي لازم نخدها بعين الاعتبار في المستقبل عندما نصمم اختبار تحصيلي كمعلمات إيش لازم يعني قضايا أمور نخدها بعين الاعتبار وما ننسهاش مهم جدا هذه الأمور نعم زيش يا أستاذك تحديد وزيفة أو غرض الاختبار يعني مسبقا من المفترض أيها المعلمة تكون عارفة لإيش بيديك تصممي الاختبار كل اختبار عن الآخر يختلف فيما يتعلق بأغراض الاختبار نعم إنه الراعي إنه الاختبار يغطي أكبر قدر ممكن من المادة أو من الموضوع اللي درسنا أو من المقرر بكون أفضل وأحسن أشكرك كلامك سليم ثلاثة أحسنتي أشكرك يا حضرات يا معلمات لماذا؟ يا شيخ ما هو حكاية دنجل المايك والله صعبة علي وعليهم في المصرح زمان في مصر كانوا ينزلوا مايكات من السجف يا بنتي على السريع أوكي انجل المايك وع السريع هاي خليها تعيد سنى سني يلا تفضلي ألا تقيس الأسئلة عمليات عقلية دنيا فقط وتقيس عمليات عقلية عليا كالتفكير والنقد والتفسير يعني من الخصائص اللي بدك تخديها بعي الاعتبار لما تصمم الاختبار يا أستاذة إنه اختبارك بده يكون منوع في قياسه للعمليات العقلية سواء كانت الدنيا أو العليا يعني ما يقيسس بس أمور زي ما موجودة عندك في المقرر حتلاقيها سطحية سريعة جداً أعطي الفرصة للتلميذ لأن يعبر وينظم ويرتب أفكاره كما يشاء لقطة أخرى ممكن نضيف نعم أعطي لللي ورا لللي هناك يلا يلا كوكلي تنوعي الأسئله عن طريق البنود وتنوع ما يهدف اليه قياس أهداف معينة بقدر ما يهدف ويقولك إنه الأهداف اللي بده يقيس الاختبار لازم تكون مش من نوع واحد متنوع مستويات عديدة ومن مجالات متعددة لو أمكن آخر جزئية إذا فيه في حدا بده يضيف نعم يجب أن تكون التعليمات داخل قاعة الامتحان واضحة ومحددة مش داخل قاعة الامتحان برعة الامتحان التعليمات يا أستاذة شرط مهم جداً إنه أنت لما توضع أسئلة الامتحان فيه تعليمات عامة وخاصة في ورقة الامتحان تعليمات عامة اللي هي بتكون في الأعلى عادة مثل أجب عن جميع الأسئلة التالية بكون مفهوم لجميع التلاميذ إنه المطلوب الإجابة عن كل الأسئلة وفي كل سؤال فيه تعليمات خاصة في كل سؤال إذن عليك أن تكتب التعليمات بشكل واضح ومحدد بحيث شوف بحيث إيش اللي بده أقولك عنه بحيث أن تفهم ما هو المطلوب من السؤال من أول طالبة في القاعة إلى آخر طالبة في القاعة كلهم يفهمون ماذا تريدين كمعلمة من سؤالك بشكل واضح ومحدد مش كل طالبة تفهم السؤال بطريقة تختلف عن الأخرى حيكون الخلل من مين في هذه الحالة؟ من المعلمة إذن الوضوح في صياغة التعليمات وليس الغموض في هذه التعليمات أشكركم جميعا على هذه الإجابات المتينة لكن خلوني أرجع وأقول مرة تانية ركزي معا أي مبنى؟ أي مبنى؟ مبنى سكني بناية لمؤسسة لمصنع لجامعة زي البناية اللي جنبي زي البناية اللي احنا فيها الآن قبل بناء أي بناية عادة صاحب المبنى يلجأ إلى مين في الاعتماد على تصميم وإنشاء البناية إلى مهندس متخصص معماري مدني أيا كان المسمى تابعه من أجل تصميم البناية مسبقا مجسد أو مجسم أو ما شابه عشان نفرجيها لصاحب البيت أو الشان نقول له تفضل هي بنايتك هل عجبتك؟ بدك تعمل عليها تعديلات كويسة؟ مش كويسة؟ إذا مسبقا يتم الوجوء إلى صاحب الشأن لتصميم هذه البناية بشكل مصغر على ورق أو بأي شكل من الأشكل نفس القضية اللي اتبعها المهندس يا حضرات يا كرام نتبعها في الاختبار التحصيلي الصف ما يعني بنتبعها؟ يعني من المفترض سياتك اسمها المعلومة المهمة والخطيرة جدا سوف تسألين عنها يعني حاضراتك قبل أن تعدي أي اختبار تحصيلي من المفترض مسبقا أن تضع خطة خطة تتكون من خطوات أو مراحل في ضوء هذه المراحل في ضوء تنفيذ هذه المراحل والخطوات تستطيعين مع نهاية آخر خطوة أن تصممي اختبارا بكل بساطة هل يجوز تصميم أي اختبار تحصيلي صفي بشكل عشوائي ولا لازم نستند إلى خطة لازم نستند إلى خطة موضوع مسبقا أن تقوم على مجموعة من الخطوات ست خطوات بالتحديد ست خطوات والخطوات أنا بدي أعتبرها تراكمية ما يعني تراكمية؟ يعني لا يمكن أن أبدأ من الخطوة رقم اثنين يجب أن أبدأ من الخطوة رقم بعد ما خلص واحد بروح على اثنين بعد اثنين ثلاثة وهكذا لا يمكن إلا أن تأتي الخطوات بشكل ترتيبة مرتب بخلص الخطوة رقم ستة بعد ذلك بإذن الله بكون عندي خبرات صارت عديدة في كيفية إلى حد ما تصميم الاختراف حنشوف بعد ست خطوات ست خطوات مش حناخدها في لحظة ست خطوات على نطاق أكم من محاضرة طب مين الشطورة اللي تحكي لي يا ترى إيش أول خطوة ممكن تكون في الخطة ما شاء الله عليهم يعني يا ريت هذه العدوة من زمان صارت عشان قربت الامتحانات النصفية طب مين مع المايك يلا يلا المايك تحديد وظيفة أو غرض الاختبار تحديد وظيفة أو غرض الاختبار قبل أن أصمم الاختبار علي أن أعرف لماذا أريد أن أصمم الاختبار أجيب عن لماذا هل من أجل وصف تشخيص التنبؤ بقدرات التلاميذ قياس التحصيل إذن الإجابات عديدة لازم أحدد الغرض مسبقاً من تعرف المايك يلا تحديد الأهداف التعليمية ممتاز بعد ما حددت الغرض لازم أحدد الأهداف اللي أنا عاوز أجيزها مش أنا طول الفصل كنت أسعى نحو قياس أو إعطاء مجموعة من الأهداف تغيير سلوك التلاميذ كنت يعني باختصار أسعى نحو تحقيق مجموعة من الأهداف على نطاق مجموعة الحصص اللي درسها للتلاميذ الآن طب لازم أحدد إيش هي الأهداف اللي أنا عاوز أقيسها عشان يكون اختباري موجه عرفات هذه المراحل بدي أقول لك عنها شغلة مهمة الآن هذه المراحل أو الخطوات الستة اللي سميتها الست مراحل أو الست خطوات بمثابة والله البوصلة البوصلة اللي بتحرك اتجاه اختبارك وين يروح اختبارك وكيف يكون فإياك أن تنسي الخطوات أول واحد تحديد الأغراض خلاص الثانية تحديد الأهداف التعليمية ثلاثة صياغة الأهداف يلا يلا بصورة صياغة الأهداف التعليمية بصورة سلوكية لازم نصيغ الأهداف التعليمية بشكل يعني التلميذ قبل أن يأخذ الدروس لم يكن قادر على القيام بأداء أو فعل معين طب بعد ما أخذ الدروس معي طول الفصل هل سلوكه بقي كما هو أصبح قادر على القيام بشيء أصبح قادر على القيام بشيء لذلك نقول لازم يا معلم تكون قادر على أن تصيغ الأهداف السلوكية بشكل إجرائي نعم أربعة تحليل محتوى المادة الدراسية تحليل وتحديد محتوى المادة الدراسية أي مادة دراسية أنت بالدرسية بدي يكون لديك المقدرة على تجزيء وتقسيم هذه المادة إلى فصول إلى موضوعات عشان تستطيع فيما بعد وضع أسئلة تتلاءم مع كل جزء عشان أسئلتك في النهاية تكون شاملة وضغط المنهج نعم انجلي يلا يحكي أعداد جدول المواصفات للاختبار وهذا اللي حنتوقف عنده وقفة طويلة إن شاء الله كيف نعد جدول المواصفات فيما بعد لمسبقا تحديد الأهداف اللي بدنا نقيسها وتحديد الموضوعات اللي درسناها كيف نقيسها أو إحنا جدول المواصفات حنتحدث عنه بشكل يعني مفصل إن شاء الله حنسمع المزيد من هذه المعلومات لما نيجي دوره آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ استاذة يكون موضوعي ولا مقالي ولا التنين مع بعض البعض فيه كنا يعتقد انه والله الامتحان زي ما بدي بعمله يا مقالي يا موضوع وبمشي لا التي الان بتاخد معايا مقرر اسمه القياس والتقويم في ضوابط وفي معايير وفي اسس هي اللي بتحدد كيف نصمم الاختبار وليس بشكل عشوائي انما في معايير لازم نستند عليها هذا كان رقم واحد بالشكل الاول الان في جزئية تانية ارجو ان لا تنسوها وهي لو بدنا نبدأ برقم واحد الخطوة الاولى اللي زي ما تفضلت وحكيت عنها ايه سميناها رقم واحد تحديد وظيفة وغرض الاختبار مسبقا بالله عليك هل بنفع تحددي الاختبار او تصممي الاختبار بدون ما تكوني عارفة لايش انت بدك تعمل الاختبار اقول لك يعني في امثلة كتيرة على نفس الشيئ في حياتنا اليومية اللي بنعملها هل انا اه بدي اوجب سيارة كبيرة ولا صغيرة هل المطلوب سيارة صغيرة ولا كبيرة ولا دراجة طب انا قبل ما تقولي المطلوب دراجة او سيارة كبيرة او صغيرة حدد حدد انت والرايح وايش معاك اذا والله انا الرايح مش وار يعني مسافته قصيرة ومعيش اغراض او ما شابه ممكن دراجة تسد ممكن سيارة صغيرة مشي الغرض اذا مسبقا لازم بالنسبة الاختبار احدد وظيفته او الغرض والاغراض والله اخدت معها مسبقا انا حكيت المدرسة المعلمة الاولى لما نتصمم الاختبار بدخل عليها او بتدخل المديرة الى الصف حضرتك ايش بتسوي يا ان طفلانة والله انا بدي اعمل اختبار لتلاميذي في الصف طب ليش اجابت المعلمة والله انا بعمل اختبار عشان انا بدي اصنف التلاميذ الى مستويات مين الاشطر مين الاقل ومين الاقل ولا برك الله فيك طب وحضرتك يا معلمة في صف اخر لايش عام بدك تعمل الاختبار بدك تطبقي اختبار على تلاميذيك والله انا عاوز اشخص والنقاط الضعف والنقاط القوة طب وحضرتك لايش والله انا اتعبت معهم طولة الاسبوع اللي فات اليوم بدي اقيس مستوى تحصيلهم بشكل عام بالله عليكم هل الاختبارات لها نفس الغرض ولا متنوعة اذا مسبقا يا حضرات واكد للمرة الالف بديش اضلني اعيد نفس الكلام من المفترض قبل ان تصمم اختبارا تحصيليا في ذهنك معروف لايش انت بديك تنفذي والطبقة ده الاختبار الغرض محدد مسبقا والاغراض كثيرة وعديدة خلاص ولا صعبة سهل اذا رقم واحد تحديد الاختبار غرض الاختبار وبالتالي يجب ان يكون مسبقا واضح في ذهنك هذه الوظائف او هذه الاغراض اما رقم اثنين يعني من الاشياء اللي مرت عليك في خبرات في سنوات سابقة في الجامعة اللي هو تسمى تحديد الاهداف التعليمية تحديد الاهداف التعليمية انت لما تيجي على الصفح الدرس ايش احنا بنطلب منك دفتر تحضير والموجه لازم يشوف دفتر تحضيرك الموضوع والاهداف اللي عاوزة تحقيقها داخل الحصة قد يكون يعني انت بدك تشرح الدرس والدرس كله يتضمن على تحقيق بس هدفين وقد يكون ثلاثة ممكن اربعة ممكن واحد بسيرولا بسيرش الاهداف مختلفة فالاهداف تتبع مجالات حتى متعددة في مجالات بنسميها مجال معرفي وفي مجال بنسميه مجال وجداني وفي مجال بنسميه المجال النفس حركي وكل مجال من المجالات التالاتة تحتوي على مستويات من الاهداف والاهداف الاولى في المجال الاول تختلف عن التاني المجال التاني وعن التالت فحضرتك يا استاذة زي ما حكيت انا وفقا لتصنيف بلوم الان حضرتك يا استاذة يا فاضلة مسبقا والله لازم تكوني محددة ايش الاهداف اللي انت عاوزة تقيسيها في امتحانك هل انت عاوزة تقيسي مستويات دنيا في المجال المعرفي ولا مستويات دنيا وعليا طب لو كانت مستويات دنيا ايش نوع الاختبار اللي نحطه موضوع الا مقالي طب لو كنا بدنا نقيس مستويات والله عقلية عليا هل بنفع نحط اسئلة موضوعية ولا لازم نحط اسئلة مقالية مطولة طب ما هدي مين اللي هو البوصل اللي بيحدد الاتجاهي في تصميم الاختبار الهدف التعليمي الهدف التعليمي مهم جدا ايش الابدقيسه عند التلميذ طب ما هو لو انا حطيت الاهداف مسبقا واحد اثنين ثلاث انا ابدقيس اربع اهداف معناها انا ماشي في اتجاه محدد مين اللي حدد الاتجاهي وان اروح الاهداف فالاهداف كثيرة وعديدة هناخدها فيما بعد وحنشوف مستوياتها مش كلها زي بعض حتى في المستويات في مستويات متدنية في اعلى في اعلى في اعلى نحن نقصد بالمستويات المتدنية هي التي تقيس عمليات عقلية دنيا ونقصد بمستويات الاهداف الاعلى والاعلى هي التي تقيس عمليات عقلية عليا يا حضرات فعشان هيك انا بدي افهم مسبقا واحدد بيني وبين نفسي هل انا عاوز الطالب يشغل مخه ويتعمق ويرتب وينظم ويتخذ قرارات وينتقص ويفرجيني شخصيته بطريقته الخاصة معنى ذلك انه بدي الجأ الى قياس عمليات عقلية عليا والعكس صحية طب هل الاهداف التعليمية للمرة الاخيرة واحدة ولا مختلفة اذا مسبق انا بديك تحدد ايش هي الاهداف طب الان لو سأل السؤال للجميع يا طرى ما هو اللي ساعة بتكلم عن الاهداف التعليمية طب ما هو تعريف الهدف التعليمي ايش هو الهدف التعليمي مي وين المايك فاني منطقة شمال ولا شارك ولا غرب يلا بسوط تعالي ايش هو الهدف التعليمي هو عبارة عن وصفية للاداء او السلوك الذي سيقوم به المتعلم هو عبارة وصفية هو عبارة وصفية للاداء او السلوك الذي سيقوم به المتعلم الناجح بعد الانتهاء من عملية التعلم يعني احنا بدنا نوصف اداء المتعلم بعد ان مر بعملية تعلم كيف صار اداءه هل اداءه بقي كما هو مسبقا ام حصل عليه تغييرات او صار تغييرات اذا احنا بدنا نشوف ما هي التغييرات اللي صارت معنى ذلك احنا بدنا نقيس اشياء محددة عند هذا الانسان هل تعلم او لم يتعلم مرة تانية بطريقة اخرى ما هو الهدف التعليمي بصياغة بسيطة جدا بصياغة بسيطة جدا وجوه جديدة بكلامك البسيط هو عبارة عن قياس لتغير السلوك التعليمي ام لا بمعنى هل استفاد الطالب ام لا احسنتي هو قياس نتاج ما تعلموا الانسان نتاج ما اكتسبوا الانسان من خبرة تعليمية قام بها من المعلم من خلال تدريس مقنن اذا احنا فهمنا الهدف العام الفكرة العامة لكل طالبة يحق ان تصيغ المفهوم باسلوبها البسيط لان انا بهمنا نحافظ على الفكرة وبالتالي لك الحق الكامل افهم وصيغي بطريقتك اقصد بالهدف التعليمي صلى عندي حضرتك اليوم جاي على المحاضرة عندها لا تعلمين ولا تلمين بموضوع معين وبعد ما اخدت الموضوع معايا في خلال ساعة او نصف ساعة هل نتوقع ان اكتسبت معلومات ومعرفة جديدة ولا لا نعم هل المعرفة والمعلومات الجديدة ستؤثر على سلوكك وستغير من شكله السابق ولا لا نعم اذا الهدف التعليمي هو المقصود فيه السلوك المتوقع السلوك المتوقع او التغيرات المتوقع حدوثها في سلوك المتعلم بعد ان يتعرض الى عملية تعليمية او الى خبرة تعليمية معينة نقطة سطر جديد ما بدي اعقد الامور هو هذا المفهوم اذا هذا هو رقم واحد الاساسي جدا ارجو ان لا ننسى بالنسبة لززئية اخرى في هذا المجال سانتقل الى رقم مش تلاتة النقطة التالتة في الخطة لا سانتقل الان تابعة لا النقطة الثانية اللي هي تحديد الاهداف التعليمية طالما انا وصلت الى تحديد الاهداف التعليمية اذا يجب يجب ان نتحدث شئنا ام ابينا الان عن قضية مهمة جدا وعن تصنيف بلوم للاهداف التعليمية يا حضرات تصنيف بلوم مرة عليكم اعتقد قابل هيك بلوم ومجموعة اصدقاء من اصحابه صنفوا راحوا تطلعوا على الاهداف التعليمية وجدوها كثيرة جدا بالبلدي وجدوها كثيرة الاهداف وحتصير متاهات عند المدرس وعند التلميذ وعند المتعلم ايه سووا حضراتهم الجماعة بكل بساطة صنفوا الاهداف هادي ولملموها على بعض وفيما بعد وضعوا كل مجموعة مشتركة من الاهداف فيه جهة معينة مجموعة ثم جاءوا بتلات مجالات رئيسة المجال الاول سموه المجال المعرفي وضموا الاهداف المعرفية التي تلائمه وكان عددها عبارة عن ست اهداف تبدأ من الابسط الى الاصعب الى الاكثر تعقيد المستوى الادنى فالاعلى فالاعلى اما المجال التاني فسموه المجال الوجداني اللي بيحتوي على مستويات الاهداف الوجدانية ساتحدث عنها بعد قليل الان اما الشق الثالث او المجال التالت فهو الذي يسمى المجال النفس حركي اللي هو القائم يعني في الغالب بنشوف الناحية الحركية هي الاكثر ملاحظة يعني له علاقة بالناحية النفسية ولكن الناحية الحركية الاكثر ظهور في هذا المجال لو بتتحدث عن المجال المعرفي والتلات مجالات بشكل عام لعزوا معيش بتحكي تصور اني حكيت هاي المجال الاول هذا هو المجال المعرفي حكيت انه يتضمن ست مستويات اهداف ليش ما حكيتش ست اهداف حكيت ست مستويات عارفات ليش حكيت ست مستويات لانه تحت هذا المجال فعلا فيه اهداف تعليمية ستة لكن الاهداف التعليمية الستة لو جبت هدفين منها وحطيتم على الميزان مش حلاقي الهدفين بتساو واحد اثقل من التاني وبالتالي كل الاهداف متباينة الها مستويات بنبدأ من المستوى الابسط الاكثر تعقيد الاكثر 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 وهكذا هل هذا الكلام ينطبق على المجال الاول بس ولا في الثلاث مجالات في الثلاث مجالات نحن نتحدث عن انسان افهم يعنيش بدي كلمك الموضوع اذا فهمت فلسفة في فلسفة الموضوع والمبدأ تعالى الموضوع فيما بعد حيكون تحصيل تحصيل حاصل فهمك للامثلة وما شابه صلى عن نبي انا اتحدث عن انسان لمن بتحدث عن انسان وانا كمعلم بتعامل مع المتعلم ركزي معي هان بتعامل مع الانسان انه يعتبر وحدة كاملة متكاملة انسان كلي هل الانسان فقط ينحصر بالنحية المعرفية ولا في يعني جوانب اخرى في جوانب اخرى السلوك الانساني لا ينحصر في جانب معرفي فحسب لا لا يمكن هناك جانب معرفي هناك جانب وجداني هناك جانب حركي هناك جانب اجتماعي جوانب كثيرة جدا فابلوم وجماعته صنفوا تلت مجالات ركزوا قالوا احنا لما نتعامل مع التلميذ في الصف ما نحن نؤدي ادوار الا علاقة بادوار التربية البيتية الاب والام ما هو بربه الاباء والامهات بربه الابناء بشكل شمولي شامل لا يتوقف على تنمية خاصية معينة فقط عند الانسان انما ينظر الى الطفل من جميع النواحي وانت في الصف معايا يا متعلم او ايق دورك يا معلم لاحقا بدو يكون دورك هيش التعامل مع التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته من جميع الجوانب وليس من جانب معرفي فحسب نحن لا نتعامل فقط من جانب يعني اا تزويد الطالب فقط بكم هائل من المعلومات والمعرفة لا اين الجانب الوجداني الانفعالي العاطفي عند هذا الانسان لازم ناخده بعين الاعتبار لازم انه الحالة الداخلية عند الانسان من مشاعر واحاسيس يستشعر فعلا في الوضع والظروف وفي المهارة اللي بدو يتعلمها وما شابه عشان يهضمها بشكل كويس عشان يجيد الاداء وينجح فيه وبعدين الانسان حينما يقوم بتعلم اي مهارة معينة الكثير من المهارات تعتمد على الناحية الادائية الحركية التطبيقية العملية الطفل اللي صغير لما بدنا يقرأ ويكتب وما شابه كيف يبدأ مش يبدأ مع اعتماد على الناحية النظرية انه شاف انتبه استقبل الشيء اعجب بالشيء صار عنده ميول بالشيء صار بده يقلد الاخرين راح مشك القلم مش في النهاية مشك القلم طب لما نمسك القلم كيف بدو يمسك الولاد هيك حيمسك بطريقة خطأ طب وين دورك التدخل والتصحيح والتصويب مش احنا بنعلمه في تعديل اه المهارات الحركية وما شابه اذا هنتحدث عن كل هذه الجوانب بشكل تفصيلي تعالوا نبدأ بالجانب الاول حتى لو اخذنا مستويين ثلاثة اليوم قدر الامكان بكون قاعدة اساسية فيما بعد بتساعدنا على تسهيل عملية او سهولة عملية فهم الموضوع طيب هو اذا حان وقت انتهاء المحاضرة يعني ارجو انه تكون القاعدة الاساسية اللي انا تكلمت فيها اللي هي اه حنستند عليها في المرة الجاية المرة الجاية باذن الله هناخد ثلاث مجالات ارجو منكم الاستعداد مسبقا كيف حشرح المحاضرة الجاية كل هدف من الهدف ايش هو كل مستوى لنفترض المجال المعرفي المستوى الاول ما هو ماذا يقصد به ماذا يقيس مثال عليه اهم الافعال التي تقيس الهدف المعين وهذه الطريقة هعممها على باقي الاهداف ستسألون عن الاهداف باذن الله في الامتحان النصفي سآتي لكم بامثلة بامثلة اسمعي كيف عشان تكون الامور واضحة سآتي لك بمثال في جملة او في شكل من اشكال الاسئلة هيكون اختيار من متعدد هقولك تقيس او يقيس الهدف السابق احد الاهداف التالي وحدد اربع بدائل في من البدائل اربع اجابة واحدة صحيحة ما هو الهدف الذي يقيس المثال اللي انا جبت اللي اياه هل التذكر هل التحليل هل التطبيق الى اخر فارجو الانتباه والتركيز على هذه الامور اسأل الله لكنا جميعا الخير وبارك الله فيكم ونراكم الحياة بالتر cube